بما انه نحن بموسم الفقوس لازم تجربوا هاي الأكلة فقوسة بلبن أكلة نابنسية على الأصول بتمنى من الجميع اجربها وما حدا يحكم عليها إلا متدوقوا بالبداية هون أنا عندي الفقوس بهذا الحجم بدي أتخلص من القشرة الوبرية الموجودة عليه فبدي أقشر كل الحبات الموجودة معي زي ما انتو شايفين فيكم تستخدموا المقشرة وفيكم تستخدموا السكينة الطريقة اللي بتريحكم هون بكون خلصت من عملية التكشير لكل الحبات بعدها بدي أتخلص من القمعة الموجودة من فوق وبعدها رح أحفر كل الحبات أبدا ما تستصعبوا عملية حفر الفقوس لأنها كتير سهلة وهو كتير خفيف ومن جوة لبته بتكون طريقة زي الإخيار هون بعد ما خلصت عملية الحفر لكل حبات الفقوس الموجودة معي بدي أخسلهم بالمي كتير منيح بعد ما تخسلوهم من المي بتصفوهم وبعدها بتبلشوا بالحشوة للحشوة هون أنا عندي رز مصري قصير الحبة منقوع ومخسول رح أضيف عليه اللحمة والفضل تكون شوي مضهنة بعدها ضفت عليها بودرة ماجي من كنور رشة من الفلفل الأسود وعندي رشة من النعنع الناشف وعندي رشة من الكركم رشة من التوم البودرة ورشة من البصل البودرة وبعدها رح أضيف الزيت وهيك رح أبلج أقلب عندي الخلطة حتى تتجانس مع بعضها البعض طبعا زي ما بحكي لكم دائما بكل فيديو من الفيديوهاتي إنه الأبهارات هي إشي اختياري زي ما أنتم بتحبوها هيك صارت عندي الحشوة جاهزة رح أبلش أحشيها بحبات الفقوس طبعا حشوته زي حشوة الكوسة بتكون لنص الحبة زي ما أنا مبيلت لكم بالفيديو بالنسبة لعملية الطبخ بعد ما أخلص كل عملية الحشي رح أحطهم بطنجرة كبيرة وأبلش أضيف عليهم المي المغرية وبدي أسلق الفقوس لحد ما يستوي عندي وتطرق الحبة بهاي المي بهاي الأثناء أنا بدي أطلخ اللبن أنا هون عندي 2 كيلو لبن مخيط طبعا هون اللبن شوفوا عندي قد ما كان فيه زبدة كتير زاكي وحامض وبشحي ضفت هون عندي 2 كيلو من اللبن وضفت لكل كيلو من اللبن معلقة من النشا إذن بدي أضيف لهدول 2 كيلو معلقتين من النشا وبدي أحركهم على البارد على هذا اللبن بدي أضيف اليوم لهاي الأكلة اللي هو مكعبات مرق الجميد من جميدكم أو جميدكم أتمنى أنكم تجربوه كتير زاكي وبيعطي طعم رهيبة هون أنا استخدمت تقريبا 6 حمم مكعبات من هذا المرق ضفتهم على شوي من اللبن بعد ما غليته على الغاز وبعدها رح أزيت عليه المي المغلية وبعدها على طول رح أرجعه فوق اللبن المخيط بعد ما غلي هيك رح يصير لون اللبن عندي طبعا أنا هون ما قدرت أصور لكم بس أنا أضفت عليه كمان مكعب من الماجي ضفت عليه مكعبين من الماجي يعني بكيت كامل حتى أضبط النكهة والملوحة بهذا اللبن هون عندي بعد دين بلشت أضيف عندي التوم المهروس وبعدها ضفت النعنع الناشف وبترك اللبن يغلي شوي مع التوم والنعنع وهيك بصير جاهز بالنسبة للفقوس بروح بتفقده من المي بعد ما أنا سلكته بالمي بيكون وصل لمرحلة الاستواب ببلش أشيله من المي وأصفيه وأنزله على اللبن طبعا بخلي يغلي مع اللبن تقريبا من ثلاث دقائق لخمس دقائق وحيك بصير عندي الأكلة جاهزة وهاي الأكلة النابلسية رهيبة اللي بتمنى من الجميع يجربها وما حدا يحكم عليها فعليا إلا لما يدوقوا أكلة جدا جدا زاكية وهذا موسمها بتمنى إنكم تجربوها وطبعا إذا وصلت لهاي مرحلة بالفيديو ما تنسوا تدعموني بلايك ومتابعوا وتشتركوا بقناتي على اليوتيوب ويعطيكم ألف ألف حافية